أحمد تقول عنده عقار أيضا قيمة مئة ألف تقول يعني أنا أريد أن أبيع وأهب للأولاد كيف القسمة تكون؟ أم أحمد بارك الله فيك إذا حبيت أنك تبيعين هذا العقار وتقولين قيمتها تقريبا مئة ألف وتوزعينها على الأولاد ما في أفضل من قسمة الله عز وجل القائل في كتابه العزيز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول لبعض العلماء قالوا لو سويت بينهم ما في بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فقالوا حتى لو سويت بينهم لكن إذا حبيت تسوين بينهم استأذن العيال قولوا شوفوا أنا أعطيكم كل واحد يعني مثلا أفترض عندك عشر الله يصرحهم و يبارك فيهم كل واحد أعطيه عشر تلاف مثلا الذكر والإناث إذا قالوا راضين الحمد لله إذا قالوا العيال لا والله إنها معروف التركة معروف الإرث نبغى مثل التركة لا تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ترجمة نانسي قنقر